المالك يؤكد انتظار قرار القضاء لتحديد موقف من قضية رئاسة الحكومة والعبادي يبدأ بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة السيد خامناء يأمل انفراجا سياسيا في العراق بعد تكليف رئيس جديد المزارات وواشنطن تحص العبادي على تشكيل الحكومة والمالك على احترام العمليات السياسية على وقع مفاوضات القاهرة لوقف العدوان الإسالي لبرمان يعتبر ان مبادرة التسوية السعودية اصبحت واردة اكثر من ذي قبل على وقع الجدل السياسي الداخلي في العراق حول تشكيل الحكومة الجديدة وعلى وقع المعارك مع تنظيم داعي شمال البلاد رئيس الحكومة نور المالك اعلن انه ينتظر قرار القضاء وان حكومته مستمرة في مهمها في وقت بدأ رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي مشاورته لتشكيل الحكومة اما خارجيا فالمواقف على رصدها للمشهد العراقي مرشد الثورة في ايران السيد علي خابن اي يأمل انفراجا سياسيا بعد اختيار رئيس جديد للحكومة كما دعا البيت الابيض المالكي الى احترام العملية السياسية والعبادي الى تشكيل الحكومة تطورات المشهد العراقي ستكون في المحور الاول من المسائية فيما نتوقف في المحور الثاني عند تطورات المفاوضات الجارية في القاهرة لوقف العدوان على غزة وتلمح وزير خارجية اسرائيل ابيكدر لبرمن الى امكانية القبول بمبادرة التسوية السعودية كم نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول اسرائيلي لم تكشف عن اسمه نقلت ان اسرائيل وافقت على تمديد الهدنة في غزة الى اثنتين وسبعين ساعة وكان وفدها المفاوض غادر القاهرة عيدا الى تل ابيب قبل ساعات معلومات خاصة لمراسل المدينة فادت بان المفاوضات غير المباشرة في القاهرة تراوح مكانها وان مصر دعت الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى تمديد الهدنة لاثنتين وسبعين ساعة اضافية وكانت قضية وقف اطلاق النار محور اتصال بين الرئيس الامريكي باراك اوباما وبن يمين نتانيهو وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان غالبية سكان غلاف غزة الاستيطاني سينضون الليلة في الغرف الامنة وللاتلاع على اخر التطورات في قطاع غزة ينضم الينا مراسلنا احمد شلدان احمد كيف يبدو الان الوضع في القطاع في ظل الحديث عن دوي سفرات الانذار في ساحل عسقلان هي حالة من الترقب والقلق يعيشها سكان قطاع غزة الآن الجميع ينتظر خلال الساعتين القادمتين سيتم تمديد التهدئة ام سيتم اعلان وقت اطلاق النار ام ستعود غزة الى المربع الاول قبل قليل سمعنا صوت اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة ومباشرة بعدها اعلنت المصادر الاسرائيلية عن سماء دوي سفرات الانذار في منطقة عسقلان او في ساحل عسقلان في جنوب فلسطين المحتلة هناك حالة من الخلاق حالة من الدواتر وكذلك حالة من نسمع صوت طائرات الاستطلاع تحوم بكثافة في سماء قطاع غزة بكثافة غير معهودة مقارنة باليومين الماضيين التي كانت فيهما سريع بشكل طبيعي اليوم هناك صوت واضح لطائرات الاستطلاع في سماء قطاع غزة وهناك الحركة بدأت تخف تدريجيا في شوارع مدينة غزة التي يغط معظم احيائها في ظلام عميق بسبب نقطاع الكهرباء نعم احمد شلدان مراسل الميدين كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من غزة شكرا جزيلا لك اكد الامين العامة لحزب الله سيد حسن نصر الله ان من حق المقاومة في غزة ان تنال نصرا حقيقيا واضاف في حديث ينشر غدا في صحيفة الاخبار ان ما اعده حزب الله لاسرائيل لم يتأثر ابدا بكل ما يقوم به في سوريا واضاف سيد نصر الله مثل ما دفعنا عن حدودنا في الجنوب مع فلسطين المحتلة ندافع عن بلدنا وحدودنا مع سوريا وتابع اللا خطوط حمراء في الحرب الامنية مع العدو الاسرائيلي مشيرا الى ان اسرائيل تعرف من يوازي موقع القيادي الشهيد عماد مغني الامين العام لحزب الله قال نحن مقاومة وبعضهم يريدنا حزبا للشيعة العرب افادت مصادر خاصة للميادين بان الجيش السوري سجل تقدما نسبيا في الاملاحة بالغطط الشرقية لدمشق بعد اشتباكات عنيفة مع جبهة النصرى وجيش زهران علوش واضحت المصادر ان اكثر من مئة مسلح سقطوا بين قتيل وجريح وقد افادت تعدة مصادر بنهيار معنوي اصاب المسلحين جراء تقدم الجيش السوري وفي حلب قتل نحو 40 مسلحا في اشتباكات عنيفة بين الكتائب الاسلامية وعناصر من تنظيم داعش المرصد السوري ذكر ان ثمانية عناصر من داعش على الاقل قتلوا في هذه المعارك التي سمحت للتنظيم بالسيطرة على ست قرى في حلب كالمسعودية والعزيزية ودويبق والغوز وبلدتين تركومان بارح واختارين في الريف الشمالي الشرقي تبنى البرلمان الليبي قرارا بالاغلبية يدعو الى تدخل دولي لحماية المدنيين فورا من اعمال العنف ولسيما في ترابلس وبنغازي ونقل عن النائب في البرلمان ابو بكر بعيرا ان 111 نائبا ليبيا صوتوا لصالح القرار من اصل 124 حضروا الجلسة قتل نحو 15 شخصا في اليمن في اشتباكات وقعت بين الحوثيين وموالين لحزب الاصلاح الاسلامي مصادر قبلية اكدت ان الاشتباكات دارت في محافظة الجو في شمال شرق البلاد وقالت ان الطرفين استخدما اسلحة ثقيلة كانا قد استوليا عليها سابقا من الجيش اليمني الحوثيون اكدوا انهم لا يقاتلون الحكومة اليمنية بل حزب الاصلاح الاسلامي المرتبط بجماعة الاخوان المسلمين وفي محافظة لحج جنوب البلاد ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار عبوة الناسفة لدى تفكيكها الى 18 جريحا حالة معظمهم حرشة اعرم مرشد الثورة الاسلامية في ايران سيد علي خامنآي عن امله بان يشهد العراق انفراجا سياسيا بعد اختيار رئيس الوزراء الجديد وامل السيد خامنآي ان تؤلف الحكومة العراقية الجديدة لتتمكن من ان تلقن الذين يريدون زرع الفتن في العراق درسا لن ينسوه ابدا ومن طهران الى واشنطن التي قالت انها تريد رؤية حكومة عراقية برئاسة حيدر عبادي باسرع وقت ممكن ودع البيت الابيض على لسان نائب مستشار الامن القومي لشؤون الاتصالات الاستاتيجية بين روتس دع المالك الى احترام العمليات السياسية وان يدعها تسير للامام روتس اعلن ان الرئيس باراك اوباما استبعد استخدام القوات البرية في القتال في العراق واضف ان واشنطن تبحث عددا من الخيارات من بينها ممرات امنة ونقل جوي للعراقيين المحاصرين في جبال سنجار وكان المالك اكد انه ماضي في الحكومة الحادية وانها مستمرة ولا بديل عنها ما لم يصدر قرار المحكمة الاتحادية متمنيا على الجميع الالتزام بهذا السياق القانوني الدستوري اؤكد مرة اخرى باننا سنمضي في الحكومة وانها مستمرة ولن تتوقف ولن يكون عنها بديل ما لم يصدر قرار المحكمة الاتحادية ونتمنى على الجميع ان يلتزم بهذا السياق القانوني الدستوري وان لا يعرض البلد الى هزات اضافية وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت مساء أن المرجع الديني في العراق سيد علي السستاني دعا إلى اختيار رئيس وزراء جديد في العراق يحظى بقبول وطني واسع موقف السيد السستاني هذا يعود إلى شهر رمضان المبارك حيث رد على رسالة وجهها إليه حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة نوري المالك وينضم إلينا في الستوديو السياسي العراقي عباس الموسوي مرحبا بك ومن بغداد تنضم إلينا القيادية في تيار الإصلاح الوطنية الدكتورة منال فنجان مرحبا بك دكتورة أبدأ طبعا مع الأستاذ عباس في الستوديو أسألك على الجدل الذي أثير مساء حول هذه الرسالة التي قيل أن السيد السستاني أرسلها أو رد على طلب أو استفسار من حزب الدعوة بشأن رئيس الحكومة ما هو تقيبك لنشرها اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد هو هذا الذي حصل في العراق بشكل عام إن كانت رسالة السيد السستاني أو المواقف الحالية هو انقلاب على الديمقراطية لأننا بلد ذهب إلى الانتخابات وعلينا أن نلتزم بنتائج الانتخابات ونتائج المحكمة الاتحادية الآن بدأ واضحا أن السيد النوري المالكي لم يستطيع أن يشكل الحكومة لأن هناك قرار من المرجعية في النجف بعدم التولي وتوافقت مع هذه الآراء موقف الإدارة الأمريكية ومواقف أخرى هذا الذي جعل أن السيد المالكي لا يستطيع أن يشكل الحكومة هذا بالمختصر الوابع نشر الرسالة تحديدا نشر الرسالة بالتأكيد وهي قديمة هي قديمة هي رسالة لأنه أنا أتصور من نشر الرسالة ليس السيد السستاني نشر الرسالة بعض أعضاء قيادة حزب الدعوة لأنهم وقعوا في حرج كبير أمام كوادرهم وأمام قياداتهم لأن السيد المالكي هو أمين عام حزب الدعوة وحصلت بعض الأمور عدم توافق داخل حزب الدعوة بين القيادة على هذا الموضوع البعض ما زال مستمر ويعتبر أن كلام السيد السستاني هو ليس من باب الأمر لأن السيد السستاني هو من حث الناخب العراقي على المشاركة وإنما من باب التوجيه البعض الآخر قد تكون من بعض توجيه أو التمني؟ التمني التوجيه لذلك أنا مقتنع أن السيد السستاني لا يخطأ هذا الخطأ ويصدر أمر لأن إذا صدر بصفة الأمر يعني أننا لا حاجة للانتخابات دخلنا في موضوع ولاية أخرى ولاية الفقه وليس في موضوع الدولة الديمقراطية يجب على حتى الذين يحاولون أن يستفيدوا من هذا الموضوع يجب أن لا يضعوا السيد السستاني فيما لا يريد أن يضع هو فيه باتذار أن تعود إلينا دكتورة منات فنجان من بغداد أن يعود الربط معها أود أن أسألك السيد المالكي يقول أنه ينتظر قرار المحكمة الاتحادية ماذا لو جاء قرار المحكمة مخالفا لما يأمله السيد دوري المالكي؟ أنا أتصور السيد المالكي من خلال رسالة أنه ينتظر لأنه أدرك أن الإدارة الأمريكية تريد أن تحطم كل الأسس الديمقراطية في العراق والدستورية حتى لو جاء القرار ضد السيد المالكي أنا أتصور السيد المالكي سيسلم بالرغم من عدم قناعته في القرار قد يكون ولكن هو يعمل ضمن الأطر الدستورية وتكلم كثيرا في خلال خطابات الماضية على احترام الدستور ما تكلم به يوم أمس وحث الجيش العراقي على يجب أن نفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري لأننا أمام مرحلة ومعركة كبيرة وقد نرى بعض المواقف خلال الأيام المقبلة من السيد المالكي قد يتنازل عن الكثير من حقوقه لأنه يدرك أن المعركة ليست معركة مناصر اسمح لي أستاذ عباس أن أنتقل إلى بغداد مع دكتورة منال فنجان دكتورة منال طبعا مساء الخير أسألك عما يتعلق بهذه الرسالة التي نشرت وجرى الكشف عنها لماذا برأيك جرى هذا الكشف وهي قديمة يعني تعود إلى شهر رمضان الماضي دكتورة منال أنا أعتذر الصوت عندك متقطع أعود فأكرر السؤال لو سمحتي برأيك ما الهدف من نشر رسالة تعود إلى سيد السيستاني الآن وهي تعود إلى شهر رمضان ولا تحفل بأسماء وأنما تتضمن ربما توجيها أو تمنيا باختيار رئيس جديد للوزراء لحسب الجدل والمشاكل التي يعيشها العراق نعم بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق المشهد السياسي العراقي ومتعلق باختيار رئيس الوزراء يعني أنا أعتقد أنه في هذه الفترة يعني يعتبر عقدة من كانت عقدة والحمد لله تم تجاوز هذه العقدة أما لماذا الآن تم نشر هذه الرسالة فأنا أعتقد أنه المعني بنشرها المفروض هو الذي يجيب عن هذا الموضوع وأعتقد أنه إخفاءها في زمن الماء وإظهارها بعد أن تم تكريف الدكتور حيدر العبادي حتى الذي ينشرها لربما كان يضعها كورقة لربما كان في حسبانه أنه سيد نور المالكي سيحصل على الولاية الثالثة ومن غير مصلحته أن يظهرها في ذلك الوقت لذلك أنا أقول أنه كان مفهوم لدى السياسيين معظم السياسيين بأن موقف المرجعية لا سيما كان موقفا مبطن من خلال التصريحات في خطف الجمعة على ضرورة التغيير واختيار رئيس الوزراء جديد وعدم التمسك بالمناصب والكراسي ولكن هذا كان مفهوم لدى السياسيين لكن لربما لم يكن مفهوم لدى بعض أبناء الشعب العراقي نعم نحر بذلك ولكن سيد دكتورة منال هذا من باب التأييد إلى رئيس الوزراء المكلف الجديد الملاحظ أن السيد السستاني لم يدخل في لعبة الأسماء نعم الملاحظ أن السيد السستاني لم يدخل في لعبة الأسماء منذ بداية هذه الأزمة السياسية حول منصب رئيس الحكومة في العراق يعني أولا لم يكن الكلام ابتداء بل هو كان رد السيد السستاني بناء على كلام موجه إليه أو طلب موجه إليه هناك صيغة فتية في صيغة استفتاء في صيغة كلام أي أن كان نوع هذا الكلام لكنه لم يكن متحدثا ابتداء هذا واحد اثنيا أنه ربط الموضوع تدهور الأمني مع الحالة السياسية العراقية مع الأزمات المتتالية للمشهد السياسي العراقي بضرورة تبديل وجوه وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون هناك اختيار رئيس جديد للوزراء هذا الذي قرأناه نصا لذلك نقول بأن وهذا هو ديدا مرجعية بأنها لا تدخل في التفاصيل لا تذكر الأسماء وذلك للدلالة على الاحترام والتقدير بعدم الخوض في هذه التفاصيل وهذا يحسب للمرجعية لا يحسب عليها هذا واحد اثنيا أنه أن يكون هناك بالاسم هذا يجعل المرجعية صراحة أن تحسب على جهة دون جهة أخرى والمرجعية من الذكاء بحيث أنها لا تدخل في هذه التفاصيل حتى لا تحسب على جهة معينة لذلك أنها تتحدث عن الوضع العام وحسنا فعلت عندما فعلت ذلك ولكن نحن نعتقد كسياسيين نحن كمراقبين مثلا للسياسة وكسياسيين كذلك موجودين على الساحة السياسية بأن رئاسة المزرعة تعتبر هي المفصل الأساسي في العاملية السياسية العراقية وأن وصول الحالة الأمنية لما وصلت إليه مع التدهور على مستوى الشارع العراقي مع الخطابات المتشنجة ما بين كل أطراف السياسية جعلت لزاما على السياسيين العراقيين على أنهم يتخذوا خطوة جريئة لذلك عندما كان هناك خطاب السيد نور المالكي رئيس الوزراء المحترم في منتصف الليل كان خطاب فيه نوع من التشنج وهذا خطاب في فراحة المقبلة هو على كل حال لذلك عندما تكون هناك خطوة جريئة لكن نحن نعتقدها بالمستوى المطلوب كخطوة صحيحة أولى نعتبرها شيء جيد ومع ذلك نحن نقول بأن أن يكون المرشح هو من داخل دروة القانون فضلا عن ذلك أنه من حزب الدعوة الإسلامية حصرا لأنه فيه هذا كسر للفتنة وحسن الفعل قادرة التحالف عندما كسرت هذه الفتنة سيدتي على كل حال السيد دوني الملكي علمنا أنه سيحترم القرار الذي سيصدر عن القضاء وبالتالي لا شك أنه سيسلم مقاليد السلطة لرئيس الحكومة المكلفة الذي يعمد منذ الإعلان أو منذ الإعلان عن تكليفه بهذه المهمة عن السعي إلى تشكيل هذه الحكومة مكتبه الإعلامي قال أنه بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة وقد طلب المكتب الإعلامي للعبادي الكتل السياسية بتقديم ممثلين عنها للاتفاق على الحقائب الوزرية تقرير لعبدالله بدران مشاورات لتشكيل الكابينة الوزارية الحكومية منذ الساعات الأولى لتكليفه بشكل رسمي هكذا خاطب رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر لعبادي الشارع العراقي العبادي طالب الأفريقاء بتقديم ممثلين عنهم لغرض التفاوض والاتفاق على الحقائب الوزارية والمشاركة في صياغة برنامج الحكومة المقبلة حكومة قوية كما يصفها العبادي لمواجهة التحديات الأمنية في قتال داعش وفي السياسة إعادة ترتيب صفوف التحالف الوطني قناعتي من خلال السيد العبادي ومن خلال الفريق الحكومي القوي الذي ننشده لتشكيله في الفترة القادمة سنتمكن من معالجة هذه المشاكل وهذه الملفات من حيث المبدأ لن يواجه العبادي أي إشكالية لناحية الحصول على أكثرية مريحة الحكومة المنتظرة ستكون جامعة لأغلب الكتل النيابية كما سبق للعبادي أن أشار لكن توزيع الحصص والوزارات السيادية حتما سيكون موضع جدل بين الكتل جدل يضاف لجدل لم يتوقف وشرعية تكليف العبادي فأتلاف دولة القانون لا زال مصرا على موقفه من رفض التكليف الواقع العراقي الآن هو على كف عفريت إذا تشكلت الحكومة ممكن لكل من يأخذ حصتها أن يحرص على الجانب الذي هو مكلف به وبالتزامن مع الجدل السياسي المستمر فإن أوراق الطعن بتكليف العبادي بتشكيل الحكومة لا تزال بانتظار بات المحكمة الاتحادية تشكيل الوزارة وتوزيع المناصب وخصوصا السيادية منها بين الكتل الرئيسية من أهم واجبات الإعباد التنفيذية والتي يتزامن معها جهد سياسي لترتيب أوراق التحالف الوطني وفتح قنوات اتصال مع اتلاف دولة القانون عبدالله بدران بغداد الميادين أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عباس الموسوي أسألك أستاذ عباس هل فتحت قنوات التواصل بين رئيس الحكومة المكلف واتلاف دولة القانون أتصور قبل هذا الموضوع على من حاك هذا الموضوع في التحالف الوطني ويعتبره إجماع وطني وعزلت 3 ملايين و 400 ألف صوت من دولة القانون هم اللي يصوتوا عليهم الإسراع بقوة من أجل أن يكون قرار المحكمة الاتحادية لأن الآن لا يمكن دستوريا وقانونيا أن تشكل حكومة وهناك حكومة موجودة أتصور على المستوى الشخصي بين قيادات حزب الدعوة ودولة القانون عفوا فقط أود أن أستطول إذا سمحت لي للدكتورة منالف اتبار أيضا دكتورة وخبيرة في القانون أود أن أسألك سيدتي فيما يتعلق الآن الأستاذ عباس يقول أنه لا يمكن تشكيل الحكومة طالما هناك حكومة ولكن بعد الانتخابات الرئاسية التي أتت بالسيد فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية العراقية ألا يمكن أو ألا يفترض القانون أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها من أجل تشكيل حكومة جديدة أود أن الصوت حزب النقطة لنا وللمشاهدين لا أتود أمام المحكمة الاتحادية لو سمع تفضل سيدتي نعم نعم لا من الناحية القانونية لا يمكن للحكومة بالوقت الحالي برئاسة السيد المالك المحترم أن تسلم الحقابة الوزارية وتخلي وتشغل الأماكن إلا بعد أن تؤدي تعطى الحكومة الجديدة بتشكيلتها الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي تؤدي اليمين وتعطى الثقة من قبل البرلمان عند ذلك يكون بلقاء رسمي ويكون فيه محظر رسمي تسلم الوزارات بحضور الوزارات التي يعتبرون قداما أو السابقين برئاسة سيد نور المالكي مع الجدد برئاسة دكتور حيدر العبادي وبمحظر رسمي وتسلم عند ذلك الحقائب بمعنى أن الحكومة الحالية برئاسة سيد نور المالكي تبقى مهامها لكن ينبغي أن يكون هناك قرار من المحكمة الاتحادية على أنها تشكل حكومة تصريف أعمال لهذه الفترة وحكومة تصريف الأعمال تكون مقيدة من حيث الصرف المالي لا أكثر ولا أقل ولكن مهامها الأخرى تبقى كما هي إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإعطاها الثقة وأداء اليمين عند ذلك تصبح هذه لاحقة وتصبح هذه سابقة شكرا دكتور أعود إلى أستاذ عباس نتحدث عن الحكومة المشاورات هل أنتم مستعدون لفتح قنوة التواصل ربما الآن فيما لو صدر قرار عن المحكمة الاتحادية لحد الآن بشكل عام لا يوجد قرار في هذا الموضوع ولكن أنا من خلال متابعة الشخصية وما أتمنى أن تبقى دولة القانون كتلة معارضة لأن الطريقة التي صيغت بها انتهاك للقانون والدولة العراقية والدستور العراقي عدد كبير من أعضاء دولة القانون يفكر أن يبقى في جانب المعارضة أعود إلى تقرير الذي ذكر الزميل بدران تصور السيد العبادي ستكون مهام أصعب بكثير من السيد المالكي لأن السيد المالكي وصل بسقف مع الأخوة في كردستان حول موضوع البيشمرقة وحول موضوع الـ 17% وتحولت إلى قضية وطنية لا يمكن لابن البصرة هذا ما يردد في الشارع العراقي يبيع البترول ويعطي 17% إلى ابن الشمال هذا موضوع آخر يقضون إلى نقطة جدلية راح يعقد الموضوع وقد واحدة من السيناريو وهذه المتوقعة 30 يوم لا نستطيع أن نشكل حكومة والنقطة الأخطر من هذا لكن لا يمنع أن تقوم مشاورات من أجل تشكيل هذه الحكومة في حال لو صدر قرار عن المحكمة الاتحادية يعني تكون اللائحة جاهزة لإعلانها فور صدور قرار فيما لو جاء لصالح العبادي بالتأكيد ولكن النقطة الخطرة في الموضوع وفي السيناريو الذي حصل من تشتيت بعض أطراف دولة القانون قد نصل بعد 30 يوم الطرف الكردي يضع شروط صعبة التحقيق الطرف السني يضع شروط صعبة التحقيق ننتهي فترة 30 يوم نعود إلى تكليف نربع الأول نعود إلى تكليف من؟ نعود إلى تكليف التحالف الكردستاني لأن الآن السيد معصوم عندما تجاوز دولة القانون واعتبرها ضمن التحالف الوطني يعود إلى الكتلة التي من بعدها الكتلة التي بعدها التي حضرت البرلمان في الجلسة الأولى هي التحالف الكردستاني أي سحبنا هذا الاستحقاق من التحالف الوطني وأعطيناه إلى التحالف الكردستاني الذي قد يجامل الشيعة في العراق ويعطيه التمثيل لسيد أياد علاوي وهذه نقطة مهمة جدا وقيادة دولة القانون تدرك جيدا هذا الموضوع وتتعامل بحرص مع هذا الموضوع لذلك قد تكون هل تعتقد أنه يمكن لقيادة الكردية أن لا تراعي الحساسيات أو الأوضاع لذلك تراعي الحساسيات وتكلف الشيعي بالمصطلح التوصيفات السياسية العراقية الآن تكلف شخصية شيعية سيد أياد علاوي هو شخصية يحظى بالمقبولية عند كل الذين يدعون المقبولية عند الكردي وعند السني وعند الشيعي أسأل الدكتورة منالة عود إليك في بغداد هل يمكن لذلك أن يتحقق؟ يعني ما يطرح الأستاذ عباس يعني رئيس عباس رئي محترم وقراءته محترمة كذلك وكل يستند في قراءته على بعض الظروف والمعلومات ومن حق أن يفترض لا سيما أنه كل شيء جائز في عملية قراءة الخبر والمعلومة ولكن أنا لا أعتقد أنه هذا السيناريو قابل لتطبيق في العراق في الوقت الحالي لا سيما مع حالة الغليان الشعبي مع حالة التوافقية اللي لا زالت مستمرة مع اختيار رئيس الجمهورية بناء على حالة توافقية مع اختيار رئيس برضمان على حالة توافقية أن يكون هناك مثل مكون الأكبر داخل المجتمع العراقي على أنه يسحب مننا هذا الحق بهذه الطريقة أنا أعتقد أنه هذا سيناريو بعيد التحقيق بالوقت الحالي ولا أعتقد أنه المسألة مبيتة لا سيما بأن الكل أدعان وأقار بأن التحارف الوطني هو الكتلة الأكبر وبعثوا بهذه الرسائل مثلا القوى الكردية بعثوا بالرسائل نحن نعتبر التحارف وطني القوى الأكبر ونحن سنصادق ونوافق على المرشح التحارف الوطني كما بعثت كذلك بقية القوى الوطنية الأخرى لذلك لا أعتقد بأنه هذا السيناريو قابل للتطبيق ولكن كما أن مهمة تشكيل الحكومة واختيار الوزارات بالنسبة للكتلة السياسية هذا الذي سيكون فيه بعض الكلام ولكن أنا أعتقد من خلال قراءتي للواقع بأن ستكون مهمة تشكيل الحكومة أسهل مما كانت في زمن السيدوني المالكي لو سمحت لي على اعتبار أن هناك حالة ضغوط نعم دكتورة منال وماذا لو جاء موقف المحكمة الاتحادية مؤيدا لطروحات السيدوني المالكي أقول ماذا لو أعتقد بأن المحكمة الاتحادية ماذا لو عند ذلك أعتقد بأن سيكون هناك الكثير من الكلام مع السيد نور المالكي ولا أعتقد بأن السيد نور المالكي سيتخلى عن عقلائيته وموضوعيته في التعامل مع المواضيع وأكيد سيركن إلى أنه يغلب مصطحة الشعب العراقي والدولة العراقية عندما يجد بأن الشارع ملتهب وأن الأوضاع الأمنية ملتهبة بأن هناك امتعاض من القوى والكتر السياسية هناك امتعاض من المرجعية الدينية لا أعتقد بأن السيد نور المالكي سيتخلى عن هذه العقلائية هكذا أرى المشهد على كل حال ما يجري في العراق مشاهدين الكرام يحظى باهتمام إقليمي ودولي كبيرين على صعيد المواقف الغربية والأمريكية تحديدا حيال الوضع العراقي قرر مزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع طارئ يوم الجمعة القادم لبحث تسليح الكرد في العراق من جهته وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيكل كشف عن اعتزام واشنطن ارسل 130 مستشارا عسكريا إضافيا إلى أربيل لتقويم احتياجات وحاجات الإزيديين تقرير لزهراء الديراني من باب حماية الأقليات تعود أمريكا إلى العراق بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الانسحاب منه يبدو أن ظروف العودة قد نضجت 130 مستشارا عسكريا إلى أربيل يضاف هؤلاء إلى 300 مستشارا كان قد نشرهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حزيرا يونيو الماضي من أجل دعم الحكومة العراقية في حربها ضد الدولة الإسلامية وزير الدفاع الأمريكي أكد أن مهمة هذا الفريق هي التقويم العميق لحاجات الأيزيديين الإنسانية تشاكيغل نفى أن تكون هناك نية قتالية لهذه القوات المؤقتة بحسب وصفه وأضف إنها تضم أفرادا من مشات البحرية وقوات العمليات الخاصة خطوة هذه تأتي في إطار الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس أوباما على نحو واضح وهي لا ترمي سوى إلى إيجاد السبل لمساعدة وتقديم النصائح إلى القوات الأمنية العراقية جون كيري أيضا استبعد أي دور قتالي أمريكي جديد في العراق وزير الخارجية الأمريكي أكد أنها معركة يجب أن يقوضها العراقيون باسم العراق هذا التدخل أثار عصفة نارية في الكونغرس أعضاء الحزب الجمهوري شجبوا الضربات الجوية باعتبارها ردا غير ملائم على التهديد الإرهابي المتزايد فيما وجه أعضاء الحزب الديمقراطي نداءات ملحة إلى أوباما تحذره من أن سقف دعمهم للضربات محدود جدا التحذيرات المزدوجة تؤكد الطريق الصعب الذي يسلكه أوباما لاحتواء خطر تنظيم داعش يسعى سيد البيت الأبيض إلى حماية مصالح بلاده في العراق ولكن دون الغرق في وحول حرب جديدة أعود مجددا إلى أستاذ عباس الموسوي في السيديو كنا نشاهد هذا التقرير عن الوضع في شمال العراق تحديدا خصوصا ما يجري فيما يتعلق بالإزيديين تحديد مناطق جبال سنجار يعني هناك قلق كبير مما يجري الحكومة أو بغداد والحكومة المركزية والدولة منشغلة بهذا السجال السياسي ألا تعتقد أن ربما المسارع إلى معالجة هذه المشكلة يمكن أن يساعد في ربما وضع أو رسم خارطة طريق تضع حدا لهذا التقدم أو توسع داعش لا يعني الطائران العراقي والأجهزة الأمنية العراقية لم تنشغلها عن هذا الموضوع ويوم أمس سقطت طائرة عراقية وهي كانت تجليها اللاجئين الموضوع هو من يتحمله الإدارة الأمريكية عندما احتلت العراق لفترة أربع سنوات أو أكثر ولم تسلح الجيش العراقي وما زالت لذلك نحن نشك أن الإدارة الأمريكية غير صادقة في الوضع العراقي وفي التسليح الوضع العراقي حاليا في حديثية عن الرغبة في تقديم التعدد حتى الرغبة الحالية الآن هي رغبة شكلية لأنها شعرت أن داعش توجهت عن الجهة التي رسمت لها كان المقصود من داعش أن تتوجه إلى بغداد وإسقاط العملية السياسية عندما شعروا أن دخول بغداد صعب توجهوا إلى أربيل وأربيل تعتبر قلعة من قلاع العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة فتوجهوا الآن بدأت الضربات ويؤكدون على أنها ضربات محدودة وموجهة من أجل أن تنقل هذا الداعش إلى المنطقة الحدودية أوباما إلى الحد من مخاطر داعش على الأقل والحد أيضا من الجرائم التي ترتكب هو تحجيمها ونقلها إلى المنطقة الحدود العراقية السورية تستخدم بالوقت الذي تريد أن تستخدمه الإدارة الأمريكية ملاحظة بسيطة جدا للدكتورة دكتورة لو تابعنا تصريحات الرئيس أوباما قبل أيام بالصحفية وتحميل شيعة العراق مسؤولية اجتثاث البعث هو من صنه بريمر وليس شيعة العراق أتصور أن هناك مشروع لتغيير كل هذا المكون الكبير في العراق وإبعاده فعلينا أن لا نستبعد خيار الذي طرحت أنا قبل شوي يعني دكتورة منال الأستاذ عباس طبعا يتحدث بفكرة أن أمريكيين لا يريدون المساعدة ومع الأقل يتحدثون عن مقاطر يقدمون قدر الإمكان كما يقولون ويريدون مجددا الانغماس في المستنقع العراقي والمستنقع العراقي مشهول بقضايا كثيرة سياسية وأمنية عسكرية هل تعتقدين أن الأمريكيين فعلا وأن الغرب أيضا جاد في تقديم المساعدة من أجل مواجهة تنظيم داعش ووضع حد هذه المجازر خصوصا التي ترتكب بحق بعض مكونات المجتمع العراقي وهي قديمة وقديمة جدا في العراق نعم فيما يتعلق بجدية وعدم جدية القوى الدولية سواء كانت الأمريكية للتحاد الأوروبي روسيا الصين أي أن كانت هذه القوى متعلق بطبيعة النظام السياسي ابتداءا متعلق بالقوة الداخلية لأي نظام سياسي داخل ذلك البلد من عدمه وعليها عندما نريد هذه القوات أن تتحرك بالجدية علينا ابتداء أن نتحرك جديا داخليا هذا واحد بحيث أننا نستطيع أن نفرض شروطنا على القوى المتحال الفويانة بمعنى أن عندما يكون هناك صيغة تعامل في القانون الدولي عندما يكون هناك صيغة تعامل في موازين القوى على الأقل ينبغي أن يكون هناك حالة تناظر ما بين القوتين وهذه حالة التناظر لا يمكن لها أن تكون مع العراق ما لم يكن العراق يكون صاحب مشروع وطني داخل المجتمع العراقي هذا واحد واثنين هو يحكم تصرفاته يعني لا يمكن لنا أن نتخيل مثلا العراق مع حالة انعدام الثقل مع وجود حالة ترهل أمني مع حالة ضعف في الأداء الأمني والاستخباري والعسكري وأنا أريد من الآخر أن يكون جدي كيف للآخر يكون جدي وأنت أصلا في عملتك السياسية في بلدك مع أن أشعبك موجدي هذه عملت فاضي في القانون الدولي يا أخوان قانون الدولي مبنى على مبدأين أساسيين هما القوى والمصطحة فيما يتعلق بالجانب الأمريكي نحن من الناحية القانونية مرتبطين باتفاقية أمنية فضلا عن الاتفاق الأمنية أكو اتفاقات الإطار التراتيجي من ضمنها التعاون الأمني في ناهيك عن المجالات الأخرى اقتصادية ثقافية واجتماعية وتربوية وغيرهم لذلك نحن نقول على الجانب العراقي مو مخير بل مجبار على أنه يتحدث بقوة مع الجانب الأمريكي بقوة على مسألة الأكوناك التزامات مالية متفاقية إذا كان لي أن أسأل سؤال واضح فقط دكتورة باختصار نعم أو لا هل يمكن لتشكيل الحكومة أو حل القضية أو الخلاف أو جدل القائم حاليا في العراق حول موضوع رئاسة الحكومة أن يعطي ربما صورة أفضل أو قوة أكبر للمحاور العراقي مع المجتمع الدولي نعم أم لا باختصار نعم طبعا يقينا أولا إسراءة تشكيل الحكومة بداية صفحة جديدة في عملية تشكيل الحكومة مسألة ثالثة اختيار الأكفر في من يتولى المناصب الوزارية هذا كفير بأنه يعطي مؤشر قوة للداخل العراقي وتنعكس هذه القوة الخارجية في التعامل مع القوة الخارجية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية شكرا دكتورة أستاذ عباس كلمة أخيرة لا بالتأكيد بالتأكيد قوة المفاوض العراقي والحكومة الوطنية العراقية ولكن أنا أشك الحكومة بالتركيبة الحالية تستطيع أن تواجه الإدارة الأمريكية والضغوطات السعودية والتمويل الخليجي لتدمير العراق والعملية السياسية أتمنى أن تكون الحكومة العراقية حكومة أغلبية سياسية وليست حكومة تعطيل وطني كما كان سابقا شكرا لأستاذ عباس الموسوي المحلل السياسي العراقي كان معنا من بيروت وشكرا أيضا لدكتورة منال الفنجان القيادية في تيار الإصلاح الوطني وكانت معنا من بغداد شكرا لكما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية فيكدور لبرمان أنه يفضل المبادرة العربية للسلام المطروحة منذ العام 2002 على أي اتفاق سلام منفرد مع الفلسطينيين مع وجود مصالح مشتركة كبيرة مع محور الاعتدال العربي كما سمأه تقرير حسن حجاسي كتب لبيروت أن تشهد ولادة المبادرة العربية للسلام عام 2002 كان ولي العهد السعودي أنذاك الأمير عبدالله بن عبدالعزيز عراب المبادرة وتسويقها على أساس انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة حتى حدود عام 67 مقابل توقيع اتفاقية سلام معها حينها داست حكومة تل أبيب على المقترح العربي بالدبابات مع اجتياح الضفة وارتكاب مجزرة جنين وحصار أبو عمر الشهير دخلت المبادرة الموت السريرية فور ولادتها اليوم بعد 12 عاماً يطالب وزير خارجية إسرائيل بتفعيل المبادرة السعودية معدلة بعد أن وصفها سابقاً بالمدمرة يقول أفكدور ليبرمن إن حجم المصالح المشتركة أكبر مما كان منذ عقد بين إسرائيل والعالم العربي المعتدل لم يأتي كلام ليبرمن من فراغ على ما يبدو بعض الإعلام الغربي ركز في تغطيته عدوان غزة على دور محور الاعتدال في رأي الكاتب البريطاني ديفيد هيرست الحرب جاءت بمباركة دولية وإقليمية من الولايات المتحدة ومصر والسعودية هيرست يتحدث أيضاً عن دور تنسقي لمدير الاستخبارات السعودي السابق في هذا الإطار للأمير التركي الفيصل لقاءات علنية مع إسرائيليين وكانت المبادرة العربية أحد أبرز محاور محطته وأعاد الفيصل التذكير بالمبادرة نفسها قبل أيام هذا الكلام قد يكون مرتبطاً أيضاً بغموض أسباب العدوان شنت إسرائيل الحرب على غزة بعد عملية غير واضحة في الضفة لاختطاف ثلاثة مستوطنين وقتلهم من جانب آخر لم تتضح الأهداف العسكرية للحرب سوى في تدمير البنية التحتية للقطاع وتشريد سكانه يقود ذلك إلى أسباب أبعداً قد تكون دفعت إسرائيل للعودة إلى المبادرة العربية تل أبيب تعيش عزلة دولية وتواجه اتهاماً غربياً ولو خلف الكواليس بإفشال المفاوضات جراء مواصلة الاستطان وربما جاءت المصالحة الفلسطينية لتدفع إسرائيل إلى قلب الطاولة وسط إقليم مقلوب رأساً على عقب وقبل أن نستكمل متابعة هذه المسائية حول الموقف المسجد لوزير الخارجية الإسرائيلي نتحول إلى القاهرة التي تتركز عليها الأنظار حيث هناك مفاوضات ماراتونية تقودها القاهرة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى تهدئة دائمة لكن يبدو أن الوضع غير واضح للمعالم حتى الآن على الأقل فالوفد الإسرائيلي الذي يعود إلى إسرائيل ومنها إلى القاهرة حاملاً ردوداً وأجوباً وتساؤلات عاد إلى إسرائيل اليوم في حين أن الوفد المصري والقيادة المصرية مجتمعة مع الوفد الفلسطيني الموحد من أجل بلورت موقف ما خصوصاً أن إسرائيل بحسب ما أعلن عنها وفقت على تمديد التهدئة ما هو موقف الجانب الفلسطيني من هذا الموضوع هذا ما سنستوضحه من القيادة في الجهاد الإسلامي خالد البطش عدو الوفد الفلسطيني الموحد الموجود معنا عبر الهاتف من القاهرة سيد خالد مرحباً بك ما هي آخر المعلومات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين إلى ما وصلت بسم الله الرحمن الرحيم حتى هذه اللحظة بالضبط لا يوجد جديد الموقف الفلسطيني المتعنت والأمور على ما هي عليه حتى هذه اللحظة ولكننا نأمل أن تنجح مصر في ناية المطاف من إحراز مطالبنا وموقفنا باتجاه تحقيق حقم الدم الفلسطيني أو وقف استباعة الدماء الفلسطينية والوصول إلى تفاهمات بلعاية مصرية تفضي في النهاية إلى فتح المعابر وعادة الإعمار وتحقيق مطالب شعب الفلسطيني حتى هذه اللحظة الأمور على ما هي عليه هناك تعنت إسرائيلي وهناك تصلب فلسطيني خلف المطال المجروعة لابناء شعب الفلسطيني نعم هناك معلومات تترقلها وسائل الإعلام هنا وهناك حول نقاط جرى تجاوزها وأخرى عالقة حول ماذا تتسبب أو المفاوضات عالقة حتى الآن حول أي نقاط بالتحديد لا يمكن أن أتحدث هنا عن بند هنا أو بند هناك أو مطلب هنا أو مطلب هناك هذه التفاهمات إما أن تكون رزمة واحدة وإلا لا تكون وبالتالي نحن نعطي الجانب المصري الوقت الكافي من أجل ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للموافقة على مطالب الشعب الفلسطيني عندما يتم تقدم هنا أو هناك تصبح هناك تفاهمات ويمكن لنا أن نقول نعم قد وصلنا إليها لكن حتى هذه اللحظة الأمور تأخذ رزمة واحدة ولا يمكن تحدث عن تقدم في بند ثم تأخذ في بند هذا لا يعني شيء المطلوب أن ننتهي من هذا العجوان وأن نقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وكذلك أن يبدأ في الشعب الفلسطيني بعدد إعمار بيوته التي هدمت في غزة وكذلك أن تفتح المعابر أمام الشعب الفلسطيني هناك حديث نحن مطالب كثيرة لكن أنت تعرف أن مفوضات صعبة وشاقة ومتعسرة بلا شك لكن ننجح كما كلنا نحن نأمل لمصر أن تنجح في أن تضغط باتجاه تحقيق مطالب الوفد الفلسطيني سيد خالد سؤالي الأخير لو سمحت هناك حديث عن رغبة ربما يقال أنها رغبة مصرية بترحيل بعض القضايا الخلافية إلى ما بعد وقف إطلاق النار فما مدى صحة هذه الأنباء كما قلت لك هذا شيء من التفاهمات يمكن نصي إليها هناك بعض القضايا يمكن بحثها أو تأجيل بحثها لأسبوع أو أسبوعين ولكن يجب أن نتفق علىها في الأساس لذلك أنا قلت نحن لم نتفق حتى هذه اللحظة على شيء ولكن الجهود مستمرة وإذا موافقة تصيح على مطالبنا فنحن جاهزون في كل لحظة للتوقيع على التفاهمات لكن حتى هذه اللحظة هناك تعنص إسرائيلي في المطلب ونحن ملتزمون بمواقفين اتجاه مطالب الشهر الفلسطين خالد البطش القيادي في الجهاد الإسلامي كان معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك ومن أبلوس ينضم إلينا الآن أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح دكتور عبدالستار قاسم دكتور مرحبا بك طبعا اسمح لي أن أبدأ أولا من حيث انتهى ضيفنا قبل قليل خالد البطش عن صعوبات كبيرة تواجه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة أود أن أسألك بداية سؤالا لماذا هناك رغبة ربما إسرائيلية تبدو وكأنها لإفراخ المفاوضات من مضمونها وإحراج الجانب الفلسطيني وبداية طبعا أنا استمعت للأخ خالد البطش جزء لا بأس به من كلامه هو عبارة عن مجاملة للجانب المصري نحن في المفاوضات إذا دخلت المجاملات فمعناه نحن سنخسر الشيء الكثير ولهذا كان رأيي منذ البداية أن يذهب مفاوضون إلى القاهرة لا يعرفون المفاوضين المصريين ولا علاقة لهم بهم نحن في تراث ما بين المفاوض المصري والمفاوض الفلسطيني وصار في علاقات شخصية العلاقات الشخصية تؤثر سلبا وتحدث مجاملات كما سمعنا قبل قليل وأيضا كان رأيي أنه ما يكون عنا وفد فصائلي نحن المفروض يكون الوفد من الخبراء خبراء في القانون في الاقتصاد في السياسي إلى آخره من أجل أن تكون الأمور ذات طبع علمي أكثر منها ذات طبع سياسي فالطبع العلمي نعم سينعكس في النهاية على السياسة نعم وما يؤكد ما أقول أنه آخر نسخة من المقترحات المصرية وهي على هذه الورقة هذه آخر ما سلما للفصائل والجانب الإسرائيلي من مقترحات مصرية هي تتبنى الجانب الإسرائيلي واضح يعني ما فيه هناك تبني لمطالب فلسطينية إنما فيه هناك كلام عام غامض يستعمل كلمات بالتدريج ومع الزمن ومع الوقت ومع التاريخ كذا يعني عبارات فتفظة هذا كلام مرفوض حتى الآن واضح أنه ما خطينا خطوات إلى الأمام أخي الكريم المفاوضات في القاهرة لا تجري في بيئة صحية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية سبعني دكتور أنا أسألك فقط أنه أغلب المشاركين نعم في البحث عن نعم حول هذه النقطة تحديدا أنت تخشى إذن أن يتم تمرير بعض القضايا ربما لعدم وجود خبراء قادرون أو لعدم وجود خبراء قادرين على تقديم المشهورة القانونية اللازمة والضرورية لوضعها في أي اتفاق قد يبرم وقد يحفر برعاية دولية وأنا أخشى من المجاملات أيضا يعني أنه والله بدنا نرضي الجانب المصري فيها تبوي سلحة وفيها عيش ملح وما شابه ذلك تعرف التقاليد العربية ربما تؤثر هذا ما بينفع معنا في مطالب فلسطينية إما بتتحقق أو ما بتتحقق ولكن الوفد الفلسطيني يؤكد لا تراجع عن المطالب الفلسطينية لو كان يريد ربما أن يقبل لكان قبل منذ البداية نحن نريد خطابا واضحا نعم نحن نريد خطابا واضحا موجها للفلسطينيين مش والله بس المفاوضات شقة وصعبة وتحتاج إلى جهد وتحتاج إلى هذا كلام عام وغامض ما بينفع لازم يقال للشعب الفلسطيني أنه مطروح كذا وكذا وموقفنا كذا وكذا أما مفاوضات شقة ومتعبة ومضنية وكل هذا كلام ممجوج ما بينفع ما بوصلنا رسالي ولا نفهم معنا هذا الكلام هذا خاضع لتأويلات وتفسيرات كثيرة جدا ولهذا الجانب الفلسطيني يجب أن يكون لديها آلة إعلامية لإيصال المعلومة إلى جمهور الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأن يوصلها أيضا إلى وسائل الإعلام مش أنه أيضا يظل في تكتم لأنه أحيانا الأطراف المتفاوضة بتتفق على سرية ما يطرح هذا ما بناسبنا نحن جربنا سرية الدبلوماسية عبر 20 عام خرب بيت أبونا من وراء السرية يكون يخاطبنا في الإعلام بشيء والخوازيق من تحت الطاولة للشعب الفلسطيني هذا غير مقبول هذا النمط من المفاوضات المفروض أن يتوقف وعلى المفاوض الفلسطيني في القاهرة أن يخرج بأسلوب جديد وليس بالأسلوب الأمريكي أو الأوروبي أو ما شابه ذلك اسمح لنا دكتور عبدالسطار قاسم أجل أن تبقى معنا أود أن نعود إلى نقطة أخرى كنا أثرناها في المسائية وهي الموقف اللافت لوزير الخارجية الإسرائيلي فيكدور لبرمان الذي دعا إلى الحوار في مبادرة السلام العربية هذه المبادرة كما نعلم جميعا كانت ترفضها إسرائيل وهو يضعها في سياق تحالف جديد ضم دول الخليج لكن على أساس حماية أمن إسرائيل تقرير لقاسم أسدين لم ينضب الحديث عن مبادرة السلام العربية منذ أن صاغ أفكارها توماس فريدمين قبل عقد ونصف لكن إسرائيل رفضت التجاوب مع ما أسمته القمة العربية السلام مقابل السلام فدعت إلى معادلة الأمن مقابل الأمن إسرائيل كانت تفضل تطبيع العلاقات الثنائية مع كل بلد بمفرده ضمانة للابتزاز في مفاوضات مديدة توفر لها الاعتراف العربية بالاحتلال كأمر واقع والتهويد المستمر كما توفر لها تبني العرب ما يسمى نفذ العنف ومشاركتهم في حماية أمن إسرائيل حين أصبحت إسرائيل حليفا موضوعيا في مواجهة إيران وسوريا وحزب الله كما قال بعض العرب حاول الوفد الوزاري العربي سنة الماضية في واشنطن إحياء مبادرة السلام العربية من دون جدوى رئيس الوفد حمد بن جاسم تبرع بإجراء تعديلات تستثني الانسحاب الإسرائيلية من الجولان ومزارع شبعة وتستثني أيضا حق العودة لصالح حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين غير أن واشنطن طالبت بمرونة أكثر كأن يبدأ التطبيع أولا الجديد في الأمر هو ما نتش عن العدوان الإسرائيلي على غزة في ولادة روابط قوية بين إسرائيل ودول الخليج بحسب نتنياهو ففشل إسرائيل في القضاء على المقاومة سرع ضرورة ترتيب العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي على قول لبرمان إنما بشرط عدم الإشارة إلى حق العودة كما يشترط اللافت أن صحيفة الرياض السعودية كتبت في افتتاحيتها قبل أسبوع مطولة تأخذ بالأسباب التي تفيد إسرائيل في مبادرة السلام العربية ومن بينها حاجة إسرائيل للعرب في إقناع الغرب بإمكانية ديممتها وكذلك حاجتها للعرب في الدلالة على أنها ليست دولة عنصرية عضو الكنسة عن حزب شاس إسحق كوهن يقول هذا عطاء أغلى من الذهب لا تناله إسرائيل في أي مفاوضات ثنائية وأسألك دكتور عبدالستار ما هي قراءتك لهذه المقاربة المستجدة لوزير الخارجية الإسرائيلي لمبادرة السلام العربية هل ترى فيها فخا من أجل نزع سلاح المقاومة في غزة أولاً أستاذنا الكريم يعني وزير خارجية إسرائيل هو شخص يتمتع بغباء شديد لا يوجد لديه لا منطق سياسي ولا منطق أخلاقي ولا شيء وبالتالي هو يعني برمي الكلام جزافاً لا يفكر فيه أما إجمالاً هذا الكلام الذي صدر عنه لولا أنه رأى بأم عينه كيف تتصرف غزة وقوة غزة وكيف أصبحت إسرائيل بلد غير آمن لكل الإسرائيليين لما راجع نفسه بالنسبة للمبادرة العربية المبادرة العربية التي لا تعطي للشعب الفلسطيني حقوقها لكنه وجد أنه لا ولا العرب ممكن أن يحافظوا على الأمن الإسرائيلي أكثر مما تستطيع إسرائيل أن تحافظ على نفسها وهذا واضح في هذه الحرب وكان واضحاً أيضاً في الحرب مع حزب الله اللي بكرة ذكرى هزيمة إسرائيل في جنوب لبنان الآن أصبح واضح لدى إسرائيل أنها لا تستطيع أن تغفر الأمن لنفسها وكل نظريتها الأمنية قد انهارت ما عاد فيه نظرية أمنية الآن إسرائيلية نقول أنها موجودة وإنما انهارت وأيضاً التجربة في هذه الحرب كما كانت التجربة في حرب عام 2006 وجدت إسرائيل أن هناك أنظمة عربية تصطف معها تتحالف معها وتدافع عنها وترغب أن ترى المقاومة وقد تلاشت نهائياً من المنطقة العربية الإسلامية فالتحالف مع العرب أكثر جدوى الآن بالنسبة لإسرائيل من مواجهة المقاومة سواء في جنوب لبنان أو في جنوب فلسطين دكتور عبدالسطار قاسم للأسف الوقت داهمنا شكراً لك أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح كنت معنا مباشرةً من نابلوس شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكرا